بسم الله الرحمن الرحيم دعاء دعاء ممثور يقال بعد كل صلاة كلنا او اكثر مننا يقولوا لكن لا نعلم معناه او لا نتدبر معناه او نبرنا نقوله بدون حضور قلب مع انه كنز عظيم فانا عايز اقول لحضراتكم يعني كنت وانتوا بتقولوا يكون في حضور قلب يعني الانسان لو اقالوا مخلصا ان هي حاضرا للقلب يوصق به يعينك على كسر الزكر يعينك على الشكر الله سبحانه وتعالى يعينك على الخشوع في الصلاة وده اهم مشكلة يعني اكتر مشكلة بتاقي بتواجهنا كلنا عدم الخشوع في الصلاة رأى ابو داود في صحيحة عن حديث معاذ ابن الجبل يعني بعد انتهت الصلاة قال اخذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال له والله اني لا احبك يا معاذ والله اني لا احبك لا تعدى عنا في دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعيني على ذكرك وشكرك وحسن اعباداتك شكرا ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من الذكين الله كثيرا لان تبتطلب الاعانة من ربنا من معينك على الذكر يقوله يا رب خليني مليونير لا تبتسأل الاخر لا تبتسأل الاخر لا تبتسأل الاخر سيدنا المخطب قال الجملة جبيلة جد من قال اني لا احمله هم الاجابة فان الله قد تكفل بها ولكني احمله هم بالدعاء يعني ايه يعني حولي الدعاء ازاي السغل حولوا بها ازاي هل هكون حاضر القلب هل هكون موقن بالاجابة ومش موقن بالاجابة هل هكون حاضر القلب ولا لاهي القلب هو هذا ف وشكرك تبقى مش شاكرين ولئين شكرتم من ازيدناكم ولئين كفرتم من عذابي الشديد وقليل من عبادة الشكور شكر يبقى ربنا يحفظ النعم عليك وتزيد كمان وحسن عبادتك ويدي المهمة دشمل الصلاة والصوم ترزق بها اولا الاخلاص وعدم الرياء في العبادة والخشوع يبقى يبقى لو وزرت على الدعاء ده أسمعها حاضر للقلب واستحضرت الكلام البلول ده ان انت عايز تبقى مذاكرين الله كثيرا ومذاكرات ان انت عايز تبقى من الشاكرين عشان النعم ربنا يبارك في النعم وتزيد وعشان تأدي العبادة بإخلاص وبدون الرياء وتكون فيها قشعة فيها خصوصا في الصلاة الصلاة الإنسان لو مخشعش فيها ولا عزو بالله بتطلع للسماء وفيها سواد فالسماء بتتقفل وترجع له تاني تتلفق خلقة سوداء ثم يلف بها خلقة سوداء ثم يلطم بها وجهه وتقول له ضياع تاني ضياعك الله فكونوا نوعاني من الخشوف في الصلاة بدراجات متفاوتة يبقى اذا لو انت واصب على الدعاء ده واستحضر الكلام اللي بقوله ده عشان ربنا سبحان الله يعينك على الخشوف في الصلاة وايضا المناقب اللي احنا قلناه اقولوا خولنا هذا استغفال الله اللي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة